اشتركوا في القناة المهمين اللي درسوا العلاقات بين الشرق والغرب واستطاعوا ان يقدموا عملا علميا جادا في عدة محاولات لرصد هذه العلاقة بين الشرق والغرب ويمكن ايضا اختياراته للفترة اللي شكلت احد انماط التصادم بين الشرق والغرب وهي فترة الحروب الصليبية بحد ذاتها كانت اختيارات موفقة ولكن ضيفنا الفاضل الاستاذ الدكتور عبدالله الربيعي ما كان فقط في هذا المجال هو صاحب الابداع لكن قدم عدة دراسات وعمل خلال سنوات واسعة ليينتج لنا جيل من المؤرخين وجيل من العاملين انا كنت على اتصال واحتكاك بزملائه وبتلامته وبكل المنظومة الثقافية الموجودة في المنطقة ولذلك نعتقد انه يشكل احد اعمدة هذا البناء الثقافي للمؤرخين في المنطقة الخليجية ولا شك اني ايضا في هذا المقام وهنيه وبارك له حصوله على جائزة احد شوامخ المؤرخين العرب في اعتباره احد القامات العلمية القائمة في علم التاريخ في المنطقة العربية ومنح من قبل اتحاد المؤرخين قبل شهر جائزة شوامخ المؤرخين وهذا امر يثبت ان اختيار الدار قبل موعد الجائزة كان اختيار سليم لان مثل هذه القائمات تضيف الى هذا المقام والى هذا المحراب استاذنا الاستاذ الدكتور عبدالله الربيعي خريج جامعة الصربون وعمل استاذا للعلاقات الحضارية في جامعة الامام في الرياضة تولى عدد من المناصب منها عميدا للبحث العلمي في جامعة الامام وايضا مارس الفعل الصحافي والكتابة في عدد من الصحف السعودية لن اطيل له ادوار في الترجمة والنقل وعمل مع منظمة اليونسكو في باريس ايضا وله ادوار كذلك في حضوره الكويت لا بد ان نستحضر ونشكر الدور اللي لعبه المهم في نقل اتحاد المؤرخين العرب من العراق حندما تم توظيفه لتدمير تاريخ العربي ولسرقة تاريخ الكويت كان للدكتور عبدالله الربيعي دورا ودعما لجهود اساتذة فضلاء في العالم العربي كله نقحوا هذا الاتحاد وتم نقله من بغداد الى القاهرة ليسموا ويتنزه عندنا استخدامات صدام ومجموعته لتزوير التاريخ هذا ايضا مقام تستحضر فيه الكويت هذا الدور وتشكر مؤرخنا وتشكر كل المؤرخين النزهاء اللي حاربوا من اجل حماية علم التاريخ من الاستغلال والتلاعب فيه لن اطيل محاضرة استاذنا عن وسائل البيع والشراء التعامل والمعاملات بين الصليبيين والمسلمين في الشام اذكر في خاتم هذا ضرورة اغلاق الاجهزة وضعها على الوضع الصامت لمن اراد ان يصوره تفضل استاذنا بدءا اودوا اشكر الشيخة حصة صباح المشرفة على دار الاثار الاسلامية هذه الاكاديمية التي شرفت بان اتجول بين ارجائها واتعرف بين افيائها على نشاطاتها العفوية التلقائية البعيدة عن البيروقراطية اثني عليها ولا ازيد فمقامها يستحق اكثر من الاشهادة حديثنا اليوم ليس حديثا عسكريا او سياسيا وانما ينحى منحا اخر نحو الحضارية ونحو السلام وان كانت الفلسفة طاغية على هذا الجانب اكثر ولكنني سوف اقصر وسوف اهتم بالمصطلحات وهي مهمة وحديثنا هذا الصباح كان حول المصطلحات لان لدينا نحن العربة مصطلحات متباينة بين المغربي والمشرق العربيين فعندما نتحدث مثلا عن الاستعمار الصليبي هل هو استعمار ام احتلال ام فتح فهم يقولون بانهم فتحوا واستعادوا وتقربوا الى المسيح عليه السلام باراقة دماء المسلمين كما ان الطرف الاخر في اي مكان يتحدث عن هذا الحديث هل هو استعمار والاستعمار في لغة القرآن واللغة العربية هو اعمار البلاد هل هو احتلال ان تحل محل احد كما هو الحال في اسرائيل لانهم وجدوا ارضا لهم وانهم استحلوا واستعادوا ما كان لهم في التاريخ الاخره من الدرايا نحن نقول وبكل تجرد بان هذا الكيان الذي نشأ عن حملات ثمان اذا استثنينا الحملة الثامنة التي اتجهت الى تونس نستطيع ان نقول بان هذا غزو وهذا اصدق ما يقال على الحكبة الصليبية وحتى الحكبة الاسرائيلية ولدي كتاب نشر في القاهرة يبين المقارنة بين الاستعمارين الصليبي والاسرائيلي هنا تكمن قضية قضية مهمة هل بدأت الحروب الصليبية من عام 1995 عندما اعلن البابا اوربان في مجلس كليرمو فيران الحرب على المسلمين في فلسطين والشام ام انها بدأت في قدوم ميلاسيا الصغرى ام انها بدأت في سقوط انطاكيا عام 1998 ام انها بدأت في سقوط القدس عام 1999 الواقع لا ضير ولا مشاحة في قضية بدايتها انقلنا 1995 في هذه الدعوة الى الحرب الصليبية انقلنا بدأ من انطاكيا فهي بداية النقطة الشامية انقلنا بانها بدأت عام 1999 فتشريف لاهمية القدس اما نهايتها فمتفق عليه انها عام 1291 وذلك في دحر الصليبيين في عكا عام 1291 على يد الملك الاشرع خلي كلامنا اليوم قضية الصليبية هل فعل المصطلح الصليبية هو المصطلح الذي كان متابعا عن ذاك وكيف تعامل المؤرخون وهم ايضا وسائل الاعلام عن ذاك لم يسمي المؤرخون المسلمون الفرنج والفرنج بالصليبيين اطلاقا انما تعاملوا بانهم افرنج امتداد لكلمة الفرنج وذلك من كلمة فرانج او او فرانج اللغة الفرنسية فرانج مو بمعنى بصراحة او فرانج بمعنى صريح الدم ايا كان فقد اخذ هذا الاسم ومأخذه من المصادر الصليبية الاوروبية اكثر من المصادر الشرقية هناك ايضا السؤال الذي يطرح من ضمن اسئلة هذه المحاضرة وربما ترون في الشاشة يعني قضية الهدن التي تخللت هذه الحكبة التي امتدت قرني من الزمان اذا احصينا الحروب بين الطرفين وجدناها اياما وكل اشهرا معدودة ولكن في غالب المدة كان هناك لقاءات واجتماعات وتعاون وبيع وشراء ومصاهرات ايضا وذلك لان الانسان اخ الانسان مهما كان قد تنشع داوى بين الاثنين ولكن حاجة الانسان الى اخيه قائمة ولذلك لابد نتعامل مع حركة التاريخ بان حاجة ولكن الحاجة ربما تطغى وترقى الى حرب عندما يتدخل الطمع ويخرب نفسية انسان ضد انسان اذا هناك شيء اسمه الصفات غير الانسانية التي تدعو الى الحروب والى الاحتلال والى الاقتصاب والى السرقة والى القتل الى اخره منما الانسان اخو الانسان لكن هناك معتدي وهناك معتدى عليه والقرآن فصل في هذا الجالب الهدن بلا شك كانت فرص للتلاقي وفرص للتعارف حتى ان عكا وصور وبيروت والمدن الساحلية الصليبية كانت ملتقا ايضا للبيع والشراء بين الشرق والغرب بضاعة تأتي من الصين من الهند عبر العرب عبر المسلمين الى اوروبا من خلال الموانئ الصليبية احيانا فهناك ايضا تعاون لابد ان يكون هناك تعاون في نظام الجمارك الديوان او هناك المكوس او هناك ايضا تعاون في قضية العملة وصرف العملة وما هي العملة وسوف نتحدث عن العملة في الجانب الاخر من المحاضرة الاقتصاد دائما هو المحرك للتاريخ وقد يقول قائل لا هناك الدين هناك الامور الاخرى هي التي تؤدي الى القتال وانا اقول ان الاقتصاد في الدرجة الاولى الاقتصاد في الدرجة الاولى والذي يحرك الهجرات البشرية والذي يحرك الطامع لاني اعتدي على الاخرين وانا في محاضرة عن بشكلية العلاقة بين الشرق والغرب تحدث ان الغرب يعيش منذ قبل الميلاد الى اليوم مرحلة انه ينظر الى الشرق بانه انسان لا يستحق ان يحكم نفسه ولا ان يستفيد من ثرواته الى اليوم يتعامل معنا الغربيون بهذا المنطق الاعوج تحررت الدول من الاستعمار الاوروبي ولكن عقولنا ما زالت ما زالت مستعبدة من هؤلاء وايضا نستطيع ان نقول ما يحدث في المنطقة هي مخططات امتداد لهذه النظرة الغربية للشرق لا اريد ازيد من اوجاعكم ولكن انا استضرت فقط للمقارنة هناك ايضا قضية ما يسمى بالتجارة البينية بين الطرفين ونحن نعرف بان الصليبين عندما قدموا الى فلسطين والشام بصورة عائمة وشاملة وهو يشمل من جبال طورس شمالا الى رفع جنوبا كانوا همجا وانا اتحدث بشهادة المؤرخين الصليبيين سوى ميشون او مثلا روني غروسي او غيرهما من المؤرخين الذين يعني وصفوا اصحابهم بانهم فعلا همج كانوا لا يفرقون في يعني في قضية النظافة الشخصية او مثلا الوسائل الحضرية واندما قدموا الانسان عدو ما يجهل يعني كانوا حتى كانوا يقتلون حتى النصارى واليهود لان لان الجميع كان يلبس ويعتمر اللباس العربي لا يفرقون لانهم جاءوا من اوروبا يتقربون الى المسيح باراقة دم شرقي سواء كان مسلما ام نصرانيا ام يهوديا ولذلك لابد ان يستأنس هذا الانسان الجاهل وهذا اخذ ردح من الزمن ربما لم يتجاوز الخمسين سنة الاولى الملوك والزعماء الصليبيون ادركوا حاجتهم الى الوسائل الحضارية واول ما لفت انتباههم الطب فكان الملوك الصليبيون في مملكة بيت المقدس يستعينون بأطباء من القاهرة ومن دمشق ومن شيزر لعلاج ابنائهم اما عامة الصليبيون فيعالجهم الرهبان بالشعوذة وقطع السيقان وفتح الجماجم والنتيجة موت واذا مات المسيح هو الذي دعاه الى جوانه وهذه حجة ما زالت موجودة عند الذين يعالجون حتى عند العرب اليوم هناك ايضا ما يسمى بقضية الحركة التجارية بين الجانبين يعني لنرى مثلا المتجولون وايضا الفلاحون والبضايع التي تنتج في داخل البلاد العربية والاسواق المتحركة والاسواق الموسمية في المدن المقدسة في فلسطين وعلى رأسها القدس وسنجد ايضا مواسم المواسم الاعياد المسيحية وكيف كانت تزدهر بالمنتوجات وبالهدايا الى اخره فكل هذه جعلت الصليبي يتساءل لماذا تواجد المسلم معه في هذا المكان ربما يكون المكان مقدس بين الجانبي مثلا دير سانت كاترين جبل الطور او مثلا بيت لحم او الناصرة او القدس او الرحيل او اماكن اخرى مقدسة بين الجانبين وبالذات بان المسلمين يعني كلهم يقدس يعني احترمون ويجلون الانبياء فالمسألة مسألة تحاور صامت لان الحياة هي التي كانت يعني وحاجات الناس التي كانت سائدة فما كان هناك حوار نستطيع ان نقول بينه حوار عقد يوديني الا في شريحة ربما تكون محدودة هناك ايضا قضية المقايضة والمقايضة نعرف بانها اسلوب للبيع والشراء اسلوب بداي لاني لا املكنا عملة ولكن املكنا بضاعة فيأتي هناك تبادل البضايا بما يسمى المقايضة الى ان وصلنا الى مرحة العملة وسوف توسع في هذا الجانب هناك الحسب كان ايضا المحتسب نستطيع ان نقول بان المحتسب كان جزء لا يتجز في العملية التجارية لانه كان مسؤولا عن قضية البضايع قضية الغش وقضية التأكد من الموازين والمكاييل فكان المحتسب في الحضارة الاسلامية يعمل عمل الاجهزة الحكومية كثيرة اليوم حتى الصليبيون استعملوا كلمة محتسب في القدس وغيرها ونقلوا هذه تسمية الى اوروبا الجمارك المكوس وبن جبير مدح الجمارك الصليبية في عكا وانتقد الجمارك الاسلامية في الاسكندرية لان التعامل يختلف بين الجانبين واتساءل هل تعامل العربي مع العربي يؤدي الى نوع من القسوة الى درجة انه يقوم بعملية تفتيش بضاعة بن جبير بشكل بداي بينما الصليبي في عكا يتعامل بطريقة حضرية وهو الذي اخذ الطريقة من عندنا هل النفس العربية ونتحدث بألم لها 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 بجديتها انا اذكر يعني عني عرب المائدة اليوم وليس العرب السائدة في الأمس هناك ايضا نظام المقاسمة والمناصفة جميلة جدا وتحتاج المحاضرات بين الجانبين والهدى النصة ان تكون مثلا اللد مناصفة هناك مناصفة وهناك مقاسمة مناصفة بالنصف ارضا وانسانا وانتاجا مقاسمة بالغلة ولذلك للأسف ايضا بن جبير غيره ذكروا بان الفلاحين الذين يعيشون في الجانب الصليبي يتعاملون معهم للأسف بعد لماذا لان هناك قانون والجانب الاخر هناك مزاج وللأسف ايضا لا بد ان نقول الصراحة في هذا الجانب ليس قد حن بحضراتنا وانما التطبيق عندنا مشكلة في قضية التطبيق والتنفيذ نأتي الى المسألة يعني العملة وهو المحور الرئيس وايضا احسب الوقت وامامي الدكتور عبدالهادي ايضا يشير بالساعة العملة من التعامل وورد في القرآن الكريم الورق سورة الكهف بمعنى العملة الفضية هناك عملة فضية دراهم هناك عملة ذهبية دنانير والدينار الفاطمي هو الذي كان دولار التجارة الدولية في البحر المتوسط وليس الابيض البحر المتوسط حيث كانت عملة دولية ولم يستطع الصليبيون ان ينفو هذا الامر العلاقات الاقتصادية بين المسلمين والصليبيين وفترات السلام تحدثنا عنها والبضائع وفلسطين هذه الارض التي كانت تدر لبنا وعسلا ونردد هذه العبارة كلب بغاوات هم رددوها ولكن ايضا نجد في فرنسا ان العسل ارخص من السكر يعني لم يأتوا ليبحث عن اللبن ولا ليبحث عن العسل انما هذه عبارات كانت موجودة في التورا حتى في الانجيل وهي عبارات شرقية الشرقية تحدث عن امور هو يهواها بينما الاوروبي يبحث عن ذرائع ويبحث ما وراء هذه الذرائع حتى يصل الى هذه الارض المقدسة ولذلك انا اقول كما قال الماريخون السابقون لم يتنصر الرومان بل ترومت النصرانية وبالذات ما يسمى بمذهب الكاتوليكي اذا هناك كما تلاحظون ولاقف كثيرا قضية الحديد في بيروت والنحاس والفضة والذهب ارض مباركة وارض معطاعها الشام والخزف والزيت والزبيب بالناسبة الزيتون الفلسطيني زيت مبارك ويدخل ايضا في طقس سمى لفغرستيا معروف عند النصارى وبالذات الكاتوليك والفستق وغيره من ايضا المدن والتوابل واللبان وسواء جاء هذه البضايع من الجزيرة العربية أو من الهند أو من الصين وهناك ايضا من وسائل البيع والشراء وقضية العملات سنجد ان الصرافين حتى يصرفوا هذه العملات التي جاءت من الخارج بعملات متداولة في الداخل سنرى بانها ايضا لهم دور كبير في حلب وفي دمشق وفي الحواضر الصليبية وان كانت قضية ما يسمى ببينك يعني في اوروبا العصر ووسطة كلمة بينك بينك كانت هناك طاولة مائدة توضع في الميناء يشتق بالغالبا اليهود طبعا اقوموا بها المهمة وسميت هذه الطاولة بينك بينك ويتم عملية الصرافة على هذه الطاولة ثم تحولت الى مؤسسات يعني الصرافة معروفة في كلمة بينك اللي هو عادل في اللغة العربية مصرفة الفنادق والخانات الخان هو المكان المعد لاستقبال الضيوء التجار ولكن مع بضائعهم سنرى بان هناك نزل يستقبل التجار والضيوف والزوار فقط ولكن هذا الخان يشمل الغرضين سكن البشر والبضايا هناك ما يسمى طبعا ونحن تحدث من وسائل البيع والشراء العقود بين الجانبين تتم باللغة العربية وباللغة اللاتينية وأحيانا يتم هناك ما يسمى بفتح اعتماد أنا كتاجر عربي لا يلزمني بأن أبعث نقودا إلى الزميل يتاجر في البندقية ومالوي أو بيزا أو جنوة أو مرسايا يعني مرسيليا إنما فقط أوصيه بخطاب بأن يشتري بضايا بقيمة البضايا التي أرسلتها والوفر يعود إلي أو أو يكمل الناقص به هذا ما يسمى بعملية فتح الاعتماد أو كلمة سك وهي الكلمة التي وصلت إلينا شك 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 بمعنى جاءت من كلمة سك العربية الأسواق الموسمية تحدثنا عنها قرب الكنائس وهيضا في حلب وانطاكيا والقلاع والحصون القوافل التي تذهب جئة وذهابا تدخل في إطار الهدن فتنص الهدن على تأمين الطرق البرية وذلك الموصل بين مصر وبين الشام وبين الحجاز تمر من خلاله النقام من خلال أيضا ودع عربة ثم تأخذ شمالا في طريق هيلة دماشيك من خلال شرق الأردن فينص أو تنص الهدن على تأمين طرق القوافل التجارية رونو دوشتيو المعروف بيارناط كان يحتل قلعة الكرك في الأردن وخرج عن الاتفاقيات جاهل وصليب حاقد ويعني السجن 12 سنة ومع ذلك لم يتأدب فكان يقوم بعملية قرصنة أو نستطيع نقول بأنه كامنا يعني يقوم بعملية اعتداء على القوافل سوى القوافل الحجاج أو القوافل التجارية ولذلك صلح الدليوبي قال لا أشفع فيه أحدا هذا الصليبي في حطين وقتل بيده لأنه خرج عن كل الأسس والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين هناك أيضا ما يسمى بالمكوس أمن الطرق هذا معروف أمن الطرق وفي قبائل ربما ما زالت إلى اليوم تمارس يعني حراسة الطرق ومعروفة في جنوب فلسطين حيث حيث ما توجد الصحراء يوجد هناك الخوف على القوافل فتأتي القوافل لتأمين هذه القوافل الموانا وما يؤخذ على هذه القوافل عندما تمر بحصون بقلاع صليبية أو عندما ترحل من الموانا الصليبية هناك مكوز تأخذ عليها مقدرة سواء كانت عشر قيمة البضاعة أو أكثر أو أقل حسب الظروف الاقتصادية هناك العملات الذهبية والفضية والنحاسية هناك عملة تسمى البلون مخلوطة بين النحاس وبين معاد أخرى رخيصة جدا وهذه تلجأ إليها الدولة لتغطية الحاجة المحلية فقط لا يعترف بها يعني في أماكن أخرى مرت قضية سك العملات الصليبية في مراحل أولا مرحلة التقليد هل نسمي التقليد تزويرا طبعا علماء النقد ورجال القوانين ورجال القانون يعرف الفرق بين التقليد وبين التزوير التقليد أن تقلد عملة ذهبية لا بأس لأن قيمتها فيها ولكن الصليبيون الصليبيين في البداية قلدوا عملة الفاطمية عملة المستنصر بالله والآمر بأحكام الله وأيضا دينار سكة وصلاح الدين وقلدوا أيضا دراهم من الفضة سكها يعني الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي وقلدوا كذلك دراهم الملك الكامل ولكن يلاحظ على تقليدهم لهذه العملة أنها في البلاد تقلد من خلال دور سك ضعيفة ومهترية في بيروت وفي طبرية وفي عكة هذه مكان ضرب وكلمة مكان ضرب أو ضرب صحيح لأن في عملية الضرب لأن هناك ما يسمى بالموذج العكسي حيث تحفر هذه الكلمات وهذه النقوش والرموز ثم تضرب على العملة سواء كانت ضية أو ذهبية وبالتالي هي ضرب وسك لأنها كلمة سك سكة بمعنى أنها سكها بمعنى حول هذا المعدن إلى عملة هذه النقوش جاءت مشوهة لأن الذين كانوا يسكون هم من الصلبيين وهم جهلا في الكتابات وأحيانا ينقلون كلمة لفظ الجلالة خطأا لأنه لا يعرف وينقل التاريخ الهجري خطأا لأنه لا يعرف وحتى الأرقام كانت الأرقام الهندية الذي نسميها الآن الأرقام العربية ولذلك جاءت جاء التقليد فاشلا ولكن ظلت العملة الذهبية مقبولة لأنها قيمتها فيها فلا يأتي الإنسان يكون والله في خطأ أو غير خطأ إنما يتقبل هذه العملة لأنها ذهبية يبقى عملية غير الفظة هي محل التساول تصوروا أنه يعني سوهية نماذج الآن أنهم يخدؤون بالتاريخ الهجري واسمه محمد حول ميخايل أو ميخايل هل هو مقصود؟ أيضا قضية مقصود يعني محمد ميخايل ربما يكون هذا من نصارى العرب وأنه ربما أنه يعني اختار الكلمة الأنسب وظنها أنها معربة وأنها مقبولة عند الغربيين ولكن المرحلة الثانية هي مرحلة الأسرع من الشام من المسلمين وهذه المرحلة هي التي وصل التقليد إلى مستوى مقبول فأتقنوا دراهم الملك الكامل وأيضا بعض الدراهم على أيدي الفنانين من الشام هناك هناك ما يتعلق في قضية فنيات سك العملة الصليبية لا بد أن ندرس النوع والشكل والوزن من ذهبية وقضية نحاسية بيلون وخلط النحاس فضة لكن سنكتشف بأن الصليبين بدأوا يحاولون أن يصنعوا أو يسكوا أو يضربوا عملة صليبية ذات هوية لأن العملة جزء لا تجزى من سيادة الدولة ولذلك نجد بأنهم مهتموا في قضية الرموز فنلاحظ بأن بعض العملات حتى المقلدة ولكن نركز العملات الأساسية أنها حملت الصليب لأن هذا الشعار المقدس وأيضا بأشكال كثيرة هذا الصليب وهناك حوالي ثلاثين شكل الآن في العالم المسيحي حوالي ثلاثين شكل لكل كنيزة لكل طائفة شكلها إلى أن وصلنا إلى ما يسمى بالصليب المعقوف النازي لكن سنجد بأن النجمة السوداسية والمثمنة وقد يسأل سائل هل هي النجمة يهودية لا هي استعملت قبل اليهودية واستعملت في التراث اليوناني الاغريقي والروماني واستعملت حتى في الدولة العثمانية وتستعمل حتى في إحدى الدول العربية لا تعني هذه النجمة بأنها نجمة سوداسية بأن فعلا هويتها نعم إسرائيل اتخذتها لكن تاريخيا يجب أن نكون أكثر وعيا وإدراكا بأن هذه من الفنيات والتي تعني أشياء سماوية الهلال كيف دخل الهلال في العملة الصليبية ليس تقليدا للمسلمين لأن الهلال ليس رمزا إسلاميا هو جاء في القرون المتأخرة الهلال ولكن هو يعني أشياء فلكية أكثر من كونها يعني مدلولات أخرى وربما أنهم كانوا يجمعون في رموز الهلال والقمر والنجوم إلى أيضا قديسين وبرج داود نعم جزلة تجزة من التراث المسيحي في القدس والقديس بطرس طبعا أحد الحواريين عليهم السلام وبطرس عليه السلام لماذا لا لأنهم مسلمون ولذلك أيضا هذه من المصطلحات عندما يسمع أحد قضية البطرس بطرس جزلة تجزة من الحواريين كنيسة القيامة وهذه أعظم كنيسة في الوجود المسيحي وفي مداخلة معي مع البطر يارك بطر يارك الغزة قلت بأنه يجب على المسيحيين في الشرق أن يتخذوا من كنيسة القيامة هي مقر البابا لماذا يذهب إلى روما طبعا كان سؤال ملغم والإجابة كانت أكثر ذكاء هنا هنا أيضا سعافة النخيل يعني نخيل رمز انتصار المسيح على الخطيئة والموت كما يقولون الشمس والقمر إذا دخلت في الرموز وتعني المسيح ومريم صور القديسيين المحاطة بهالات عندما تجد صورة محاطة بهالة فاعرف بين هذا القديس من القديسين هناك رموز سياسية سوى كان لملوك مملكة المقدس أو مراء أو كونتات عنطاكيا وطرابلس وطبرية اللغات التقليد في البداية باللغة العربية لأنهم يهمهم الطرف الآخر المنتج والحضاري وهم العرب والمسلمون في الشام ثم اللاتينية والفرنسية على الخفيف لأن الساعد كان اللاتين اليونانية بما يتعلق بالجانب البيزنطي التواريخ مرحلة الكتابة كانت في التاريخ الهجري وهناك يعني أخطأ في قضية التواريخ الهجرية ولكن سنرى بأن هناك رموزا مكانية والقدس فوق الجميع وأحيانا تكتب قدس باللغة العربية وأيضا يذكر مكان السك صور عكا بيروت طبرية طراب صنطا كاديميات الشوبك خاصة الشوبك في الأردن الكرك كذلك وهناك سنجد بأن نماذج لنقود مملكة بيت المقدس وهذه خريطة تبيل لنا مملكة بيت المقدس وكيف كانت مهيمنة طبعا إسرائيل جزء يتجز من المملكة بيت المقدس ونظرية دائما التي نطبقها بأن الغزاح يأتون من الغرب إلى الشرق ويهربون من الشرق إلى الغرب وطبقها على إسرائيل بدأوا من الساحل إلى الداخل والانحصار من الداخل إلى الساحل ولذلك تحدثت مع الشيخ في الصباح بأن هناك مدرسة إسرائيلية عظيمة فيما يتعلق العصور الصليبية والحرب الصليبية هي في جامعة العبرية وعلى رأسهم يوشا براور الذي كان متخصصا في دراسة وتحليل الوجود الصليبي حتى تستفيد إسرائيل من أخطاء الصليبيين وتتعامل مع العرب بنفسية أجدادهم وحتى يمد في عمرهم ما شاء الله وكل واحد حر أن يبحث عن مصلحته ولكن يبدو بأن هناك سننا وهناك قوانين إلهية جعلت هذه الأرض محل صراع بين الجانبين معي وقت يا سيدي طيب هذه نماذج تلاحظون من نماذج نقود مملكة بيت المقدس ستلاحظون برج داود تلاحظون الصلبان أكثر من صليب يعني سواء كان صليب وتساول أضلاع أو أكثر من شعب كما تلاحظون في نقد الأسفل إلى اليمين وتلاحظون وجها وهذه طبعا صور بدائية سنلاحظ بعض الوجوه يعني إما أن يعتمر قبحة يعني قد يكون لها هوية دينية وهنا الدنار الصليبي الذي سكى في القدس شديد الشبه بالدنار الفاطمي ذهبي ويتميز بوضع الصليب في نهاية الكتابة الدائرية في الهامش الأول للدنار وذلك لأن الصليب هوية للدولة إمارة أنطاكيا هي في البداية طبعا تعتبر أنطاكيا يعني فرنسية الهواء إيطالية في البداية ولكن سنرى فيما بعد بأنه أصبحت مختلطة من الجانب الإيطالي والفرنسي لكن يغلب في البداية عليها الجانب النورمالي ولا يعنينا هذا يعنينا بأن أنطاكيا موقع حساس لأنها على التماس مع أملاك الإمبراطورية البيزنطية بذلك وضعها كان مهتزا بين الولاء لمملكة بيت المقدس والولاء للإمبراطور البيزنطي هذا من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية هي ميناء نشط وأيضا قريبة من قبرص وقبرص بالمناسبة لعبة دورا كبيرا في الصراع بين الشرقي والغربي في العصور الوسطى وإلى اليوم وبعثت من جديد قضية المشكلة القبرصية لأن وضعها وضعها أيضا من الناحية الجغرافية هي أقرب إلى الساحل الشامي منها إلى الساحل اليوناني ولكن التاريخ لا يعرف الأقرب ولكن يعرف الأقوى فهذه نقود الإمارة سنجد بأن هناك نوع من التفنن أكثر من مملكة بيت المقدس وذلك لاحظوا الصور الكاملة لأحد القديسين والصور أيضا الأخرى طبعا قضية ليس هذا طفل وإنما ربما تكون هذه صورة لمريم بالمناسبة مريم عليه السلام الصورة النمطية المتداولة في الكنائس الكاتوليكية تدل على أنها ذات شعر أشقر وعيون زر بمعنى أن الأوروبي يستنكف أن يعبد امرأة شرقية فحولها إلى فرنسية من الدرجة الأولى وهذا فعلا يدل على أن الأوروبي دخل النصرانية والمسيحية ولكنه أراد ينتزع منها الهوية الشرقية سنرى بأن أيضا قضية الفرسان وقضية الحروف على اليسار بأنها حروف أيضا ترمز إلى بعض الكونتات والأمراء يعني مثلا بي هومون تي تانكر وغيره من أسماء الأمراء والكونتات هذه كنتية طرابلس وطرابلس يعني اليوم لبنان إلا شيء قليل وهي في البداية فرنسية جنوبية حتى طبعا اللغات واللهجات تختلف بين جنوب فرنسا وشمالها ولذلك نجد بأن طرابلس موقعها استراتيجي ويضاف إليها بأنها أيضا سلت قمح الشام ولذلك نجد بأن تجارتها كانت نافقة ومنتشرة ومزدهرة ونجد بأن أيضا عملاتها تميل إلى التقليد الأوروبي وبالذات ما يسمي بعملات البندق وعملات أيضا جنوة وهتان الإمارتان أو الميناء أو الدولتان طبعا تحولت إلى جمهوريتين كانت تقومان بجهود وبدور دول بأكملها بحكم ما تملكه من أساطير تجارية ولها لها دور كبير في الحرب الصليبية لأنها قامت بتمويل وتموين ونقل أيضا الصليبيين إلى الساحل الشامي مقابل ماذا ثل الخراج طيب جاني شار من القائد بأن أختصر أو نقود مدينة دمياط في آخر شيء أثناء الحملة الصليبية الخامسة أنشأ الملك الصليبي جون دوبرييل دار سك بمدينة دمياط خلال احتلالها المؤقت طبعا وقام بسك نقود ذات رموز مسيحية باللغة اللاتينية ولاحظوها بأن سكت على عجل وبأن اليسار صورة الملك جاندو بريال رغم أن بيلاجيوس الكاردنال مندوب البابا كان هو المهيمن على الحملة وهو الذي كان يرفض عروض الملك الكامل لذلك نجد بأن جاندو بريين كأنه يريد أن يهمش بيلاجيوس طبعا النتيجة فشل ولكن يعطينا أهمية بأن أهمية العملة قائمة حتى أثناء الحرب وأثناء الغزو في النهاية دينار الملك لويس التاسع الملك الفرنسي هذا الرجل المتزمت الذي ضحكت عليه الكنيسة والبابوية وقام بحملتين صليبيتين فاشلتين الحملة الصليبية السابعة وانتهت في مصر بسجنه والحملة الصليبية الثامنة وانتهت بالفشل بموته ومع ذلك في عكة أثناء إقامته أربع سنين ينتظر المغول يأتون أمر بسك عملة صليبية ذات شعارات بالعربي واللاتيني ذات شعارات دينية الأب والابن والروح القدس وأيضا بالتاريخ الميلادي بالأرقام الهندية العربية اليوم وعبارات نفتخ بصليب ربنا يسوع المسيح والأب والابن والروح القدس وفي الوجه صليب آخر وهذا طبعا لم يقدر لها نعيش وأول من رفضه الإيطاليون لأن الإيطالي تاجر أولا وكثوليك تانيا ولأن الدينار الذهبي الإسلامي هو دولار التجارة البينية في البحر المتوسط آسف على الإيطالة وآسف على التقصير ولكن هذا ما عندي وأترك ما عندكم لأسمعه شكرا لكم والسلام عليكم وراعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا